جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتعلم المتأدب ظهر العلم عليه في لباسه في جلوسه في سؤاله في إنصاته في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا طالب العلم لابد أن يتحلى بهذه الأمور التي تحلى بها جبريل عليه السلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم وإلا فالواقع أنه جاء في صورة متعلم سائل لكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم فطالب العلم إذا ظهر عليه أثر طلب العلم فهو معلم وليس بمتعلم